موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائي نستهلها بأبرز العناوين السفير السعدي يؤدي اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة تعيينه مندوبا دائما لبعثة بلادنا لدى الأمم المتحدة نائب رئيس الجمهورية يطلع على جهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بمحافظة البيضاء موسيقى الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية في كتاف صعدة ومقاتلات التحالف تستهدف مخازن أسلحة في ضواحي صنع موسيقى أهلا وسهلا بكم وإلى التفاصيل أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الرب منصور هدي رئيس الجمهورية السفير عبد الله علي فضل السعدي وذلك بمناسبة تعيينه مندوبا دائما لبعثة بلادنا لدى الأمم المتحدة وعقب أداء اليمين الدستورية وجه فخامة الرئيس السفير السعدي بالاطلاع بمهامه الدبلوماسية في الأمم المتحدة لشرح وبلورة واقع اليمن وأزمته وتحدياته المختلفة ووضع المجتمع الدولي بصورة مثلة أمام المراحل التي قطعها الشعب اليمني في إطار توافقه وحواره على بناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد قبل أن يرتد على مخرجاتها ومسودة دستورها الميليشيا الحوثية الإقلابية الإيرانية في تحدي سافر لإرادة الشعب اليمني وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار رقم 22-16 متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه القادمة من جانبه عبر السفير السعدي عن سروره بهذه الثقة التي منحها له فخامة الرئيس الجمهورية مؤكدا بأنه سيبدل قصارى جهده لما من شأنه خير تمثيل بلده مستندا إلى توجيهات فخامة الرئيس باعتبارها أولويات برنامجه ومهامه القادمة بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لملك مملكة تايلاند ماها فاقير ألونج كورن هنأه فيها بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وعبر الرئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التهني بهذه المناسبة الوطنية متمنيا له موفور الصحة والسعادة بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد حسين الضمين وعلي صالح عيض إثر حادث مروري مؤسف وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرتين الفقيدين سائلنا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة المناظر حسين سالم مجهر الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني وشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية ومكانته الاجتماعية سائلا الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح محافظة محافظة البيضاء قائد محور البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي لمناقشة المستجدات الميدانية وانتصارات الأبطال في مختلف جبهات المحافظة وجهود تطبيع الحياة في المناطق المحررة وشاد نائب رئيس الجمهورية بانتصارات الأبطال وما يستطرونه من ملاحمة خالدة لن ينساها التاريخ مثمنا دعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطرق اللقاء إلى جهود الدولة في تطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات المواطنين في المناطق المحررة بالمحافظة وجهود بسط سلطة الدولة ومحاربة جماعات العنف والإرهاب واستكمال التحرير بما ينهي معاناة أبناء البيضاء وأكد نائب الرئيس حرص الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث باعتبارها الضامن لأمن اليمن والسقراره في ظل تعنت مستمر لميليشيات الحوث المدعومة من إيران من جانبي عبر محافظ البيضاء قائد المحور عن تقديره لدعم القيادة السياسية وما توليه من اهتمام لاستعادة الدولة في البيضاء وتلبية متطلبات المواطنين في المناطق المحررة منوها إلى معنويات الجيش القتالية العالية علاوة على جهود تثبيت الأمن والاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها استقبل رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو الدكتور صلاح الحاج حسن ومساعد الممثل دكتور محمد سلام ومدير مشروع الأمن الغذائي بليهو ناجيسي وعبر رئيس الوزراء في اللقاء الذي حضر وزير الثروة السمكية فهد كفاين عن شكره لدور المنظمة في اليمن وعمالها الإغاثية التي تقدمها للمتضررين الأمر الذي ساهم في تقليص حدة الأزمة الإنسانية التي تضرب البلاد جراء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيات التمرد والإنقلاب وكد على أهمية المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية والغذاء بما يعزز من الأمن الغذائي في البلاد متطلعا إلى تحسين الشراكة بين الحكومة اليمنية والمنظمة وتفعيلها بصورة أكبر خلال الفترات المقبلة وأشدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل القطاع الزراعي في اليمن ودعم المزارعين بما يعزز من قدرة المجتمع اليمني على الصمود وبدء تحقيق الاعتماد الذاتي على المحاصيل الزراعية في البلاد مشيرا إلى أن القطاعين الزراعي والسمكي يعانيان بسبب حرب ميليشياليقلابية التي شنتها على اليمنيين منذ مطلع العام 2015 والتي أدت إلى توقف تصدير الفواكه إلى دول الجوار وتدمير النشاط السمكي بعد أن أحرمت آلافة صيادين من النزول للبحر ومن جهته قدم الممثل المقيم للمنظمة شرحا مفصلا لدور منظمة الفاو في اليمن ومساعدتها للقطاع الزراعي والمزارعين بالإضافة إلى دعم الصيادين في السواحل اليمنية وتوفير القوارب لهم لبدء مشاريعهم الاقتصادية زار رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك المعرض المعماري والفنون التشكيلية المقام في كلية الهندسة جامعة عدن والذي يأتي برعايته الكريمة مواكبة لاحتفالات شعبنا اليمني بالعيد الحادي والخمسين للاستقلال الثلاثين من نوفمبر المجيد وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور وعميد كلية الهندسة الدكتور صالح مبارك ورئيس المركز الاستشاري الهندسي والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعدد من أساتذة الجامعة وطاف الدكتور معين ومعه عدد من الوزراء بأجنحة وأقسام المعرض مطلعا على إبداعات الطلاب المختلفة وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء إلى شروحات متعددة عن تفاصيل الأعمال الهندسية من الطلاب الذين قدموا لوحات متميزة شملت نماذج من الفن المعماري والتشكيلي والهندسي مبدئا إعجابه بالطموح العالي لدى الطلاب التي تؤكد على تميز مواهبهم وإمكانياتهم المتفردة مشيدا بروعة اللوحات والأعمال التي احتوت على مختلف فنون العمران وحضور التراث العمراني الذي تفتخر به بلادنا لما فيه من تنوع وجمال وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتهتم بالشباب وتوليهم جل اهتمامها لما لهم من أهمية قصوى في بناء اليمن الجديد مشيرا إلى أنه بسواعد الشباب يبنى الوطن وتدفع عجلة البناء والتنمية وكدا أن مثل هذه الأفكار الفريدة والمشاريع المتميزة سيكون لها إسهاما مهما في خطط وبرامج الحكومة القادمة في مجالات التنمية والتخطيط العمراني عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر السالم والسعرض المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الأمنية للمحاكم والنيابات العامة موجها الجهات المختصة بتوفير الحماية الأمنية لمقار المحاكم والنيابات العامة مع توفير الحماية الخاصة للقضاء وعضاء النيابات والقبض على المتهمين في الاعتداء على المحاكم والنيابات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وفقا للقوانين النافذة وناقش المجلس في اجتماعه استكمال اللائحة الطبية لمنتسبي السلطة القضائية وعدد من القضايا والمواضيع التي تهم السلطة القضائية كما قرى المجلس في نهاية اجتماعه محظر جلسته السابقة شارك وزيراء الصحة العامة والسكان الدكتور الناصر باعوم والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ابتهاج الكمال في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب المنعقد في مدينة شرب الشيخ بجمهورية مصر العربية وينقش الاجتماع مجموعة من القرارات وعلى رأسها الاستراتيجية العربية لكبار السن المقرر رفعها الى القمة العربية في دورتها العادية القادمة ودعم جمهورية الصومال واعداد تصور للدعم وتحديد موعد لزيارة الاراضي الصومالية واكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على اهمية الاستراتيجية العربية لكبار السن ودعم بلادنا لكافة الاليات الدعم لاقرار الاستراتيجية وتطبيقها على ارض الواقع مشددة على ضرورة مناقشة واقرار سياسات الحماية الاجتماعية المتعددة الابعاد في الدول العربية التي تمر بحالة النزاع او تلك المتأثرة من النزاعات وبما يضمن توفير الحماية الاجتماعية لكافة الشرايح الاجتماعية المتضررة من الحروب والنزاعات واستعرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم الاوضاع الصحية في بلادنا والاثار التي طالت القطاع الصحي نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران على مؤسسات الدولة وكان الاجتماع قد ناقش قرارا للمجلس بشأن دعم النازحين داخليا في الدول العربية وقرى تشكيل لجنة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب والامان العام لجامعة الدول العربية لإعداد تصور حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية بحث وزير الإدارة البحلية رئيس اللجنة العليا للغاثة عبد الرقيب فتح مع المستشار بالديوان الملكية المشرف العام على مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة مشاريع المركز في اليمن وخطته الإغاثية للعام القادم ومؤتمر الهجرة الذي سيقام في جيبوتي وجرى مناقشة الدعم الإضافي المقدم لبلادنا عن طريق المنظمات الأممية عبر مبادرة إمداد والبالغ قيمتها خمسمائة مليون دولار لسد فجوة الاحتياج الإنساني مثمنا استجابة دول المجلس ومسارعتها في تقديم متطلبات العملية الإغاثية في اليمن ودعمها لخطط الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن خصوصا ما تم تقديمه من دعم للاستجابة الإنسانية للعام الحالي بأكثر من ملياري ومئتين وخمسين مليون دولار وجرى مناقشة المشاريع الإغاثية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية والتي يتم تنفيذها في عدد من المحافظات وخصوصا مشاريع المركز المقدمة للنازحين اليمنيين في جيبوتي والقرية السعودية المحتوية على وحدات سكنية مجهزة بكافة الخدمات للنازحين اليمنيين في جيبوتي واستمرار المركز في تقديم الدعم الغاثي المتنوع لمحافظة الحديدة ومشاريع دعم سبل العيش التي ينفذها المركز في المحافظات المحررة بالتعاون مع شركاء محليين أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهنية دكتور عبد الرزاق الأشوال أن الوزارة تسعى إلى إعداد خطة لتفعيل كافة القطاعات في مختلف الجوانب لإنشاء كليات مجتمع جديدة على مستوى المحافظات اليمنية وتفعيل القروض المقدمة من الصناديق الدولية التي دعمت اليمن وأشار الوزير في اللقاء الموسع الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن مع مجلس قيادة الوزراء إلى همية بناء القدرات المؤسسية للوزارة من خلال تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي ضمن المعايير الحديثة وتطوير اللوائح والأنظمة والاستكمال البنية التحتية للوزارة مؤكدا بأنه سيتم العام القادم الإعلان عن تنفيذ 22 مشروع تطويري على مستوى المحافظات اليمنية تهتم بتنمية الشباب وتأهيل قدراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل المهنية والفنية وعضح الوزير بأن الوزارة تسعى إلى تنفيذ برامج خاصة لخدمة التعليم الفني والتدريب المهني تتمثل في تأهيلهم لسوق العمل وريادة الأعمال وتمكنهم في تنفيذ مشاريعهم الخاصة مبينا بأن الوزارة تهدف خلال المرحلة القادمة في تنفيذ خطتها التطويرية للعملية التعليمية وتحسين المخرجات الأساسية في مختلف قطاعات المتمثلة في قطاع الجودة والمعايير وقطاع التخطيط والمشاريع أعلن البنك المركزي اليمني عن وصول الموافقة على طلبات الدفعة التاسعة والعاشرة والحادية عشر بالاعتمادات المستندية التي يتم تغطيتها من الوديعة السعودية وقرر البنك المركزي اعتماداتها بسعر 440 ريال الدولار الواحد مع عدم الإخلال بالشروط والإجراءات التي تم إقرارها من قبل البنك المركزي لفتح الاعتمادات والتوريد النقدي للريال اليمني من قبل البنوك التجارية والإسلامية والتغطية بالخارج من قبل البنك المركزي شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية هجوما مباغة وواسعا على عدد من المواقع الاستراتيجية في محيط مديرية الكتاف غربي محافظة صعدة وانتهى الهجوم بسيطرة التامة على سلسلة من الجبال والمواقع المهمة حيث تكبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح وذكر قائد رواء التحرير العبيد فواز محمد صالح الزراري أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على مواقع تمركز الميليشيا في ميسرة جبهة كتاف تمكنت على إثره من تحرير سلسلة جبال رشاحة والسلسلة جبال المليل واتبت العلم واتباب المقنذعة وبالإضافة إلى تأمين الخط حتى الوصول إلى وادي الجبارة ولفت إلى نقوات الجيش الوطني تواصل تقدمها بشكل متسارع وأنها أصبحت قريبة من الالتحام مع الوحدات العسكرية المرابطة على مشارف كتاف مع قوات لواء فتح وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا القلابية التي تلوذ بالفرار وأكد العميد فواز الزراري أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيا فيما تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات من قفضتها الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الأبطال الآن يسيطرون على التباب الذي نحن الآن فيها عملية عسكرية تمت ولله الحمد الميليشيات الآن تفر مخلفين جساف قتلاهم وأسرهم الآن الوحدات الفريق الهندسي واصل نزع العبوات والألغامة التي زرعتها في التباب التي تم تطهيرها اليوم الوحدات العسكرية من يوم أمس حتى الآن سيطرت على أجزاء واسعة من التباب تم تحريفنا جميعاً للتباب بعونا الله ثم بعونا الرجال للأبطال من المقاومة ومن الجيش الوطني وسيطرنا على تبنة العالم وعلى عدة التباب ونحن الآن في العملية مستمرة وعلى ما إن شاء الله بعدهم بعدهم لآخر جزء من أجزاء الجمن وإن شاء الله بنا نطهرهم بنا نتخلص من الميليشيات هذه نهائية تمكنت قوات الجيش الوطني من دحر هجوم شنته الميليشيات الإقلابية على مواقع تمركز أبطال الجيش الوطني في خربة آل هشام بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وقالت مصادر ميدانية أن ثلاثة من عناصر الميليشيات سقطوا برصاص قوات الجيش الوطني عقب التصدي للهجوم كما شهدت جبهة ذي ناعم اشتباكات عنيفة بين أبطال الجيش الوطني والميليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران في أشعاب نار تمكن خلالها أبطال الجيش الوطني من تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد العسكري والأرواح نفذت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية نوعية بمدينة الحوثية بعد قيام الميليشيات الحوثية بنصب مدافع في أحواشي وأسطح البنايات في الأحياء السكنية وقال مصدر ميداني أن الجيش الوطني سيطر على مقر للسلاح البحرية تابع للميليشيات الحوثية داخل مدينة الحوثية وذلك في ظل استمرارها في خرق الهدنة الإنسانية وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية نوعية خاطفة أسفرت عن تطهير وتأمين عدد من البنايات والفلل في شارع الخمسين إحداها كانت تتخذها الميليشيات الحوثية مقرا لما تسميه سلاح البحرية وتم العثور على طوربيد وألغام بحرية وكماء فضلا عن وثائق هامة ومخططات تؤكد الخطر الذي يمثله بقاء الميليشيات الحوثية في مدينة الحديد على أمن وسلامة الملاحة الدولية استهدفت ميليشيات الحوثي الإقلابية بعدد من المقذوفات منازل مواطني قرية الدير تابعة لمدرية حيران بمحافظة حجة وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات استهدفت منازل المدنيين القاطنين في قرية الدير بأكثر من ستة مقذوفات هون وكاتيوشا ما تسبب بحالة خوف وهلع لدى المدنيين من الأطفال والنساء هذا وكانت الميليشيات قد قصفت ذات القرية قبل عدة أيام وتسببت بقتل المواطن محمد حميد الرصاعي وجرح عدد آخر من أفراد أسرته هذا وسبق لميليشيات الحوثي الإقلابية استهدفت بعدد من المقذوفات لمحلة الظهر التابعة لقرية السادة بمديرية حيران نتج عنها استشهاد المواطن علي خميس حيراني وزوجاته وبنتيه لقد قامت الميليشيات الحوثية في هذا اليوم في الصباح الباكر باستهداف منازل المواطنين في قرية الدير ومما أدى إلى استشهاد بعض المواطنين وكانت هذه القرى أهلة باستقامة وما تزال والله العظيم عدة مرات قد قاموا باستهداف هذه القرية لا يوجد بها إلا مواطن لا يوجد مواقع أسكرية ولا شيء أبطال الجيش الوطني هم تواجدون أصلا في جميع الجبهات يقاتلونهم لكنهم جبناء يهربون إلى استهداف المواطنين في القرى والقرى عاهلة بالسكان وبالأطفال شوف كما ترى ولم تكن المرة الأولى بل قد أدوا إلى استهداف قرية الدير إدت مرات مما أدى إلى استشهاد أدى الأخ محمد حميد الرصاعي وأصيبت ابنته وزوجته وثم أدى ثم المرات الثانية قاموا باستهداف قرية أستادة واستشهد المواطن علي حيراني وأسرته كاملة ما عدا طفلة صغيرة في الثامن في الشهر الثامن شنت مقاتلات التحالف العربية عدة غارات جوية على معسكرات تابعة للميليشيات الحوثية بضواحي صنعة وقلت مصادر عسكرية أن الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف أدت إلى انفجارات قوية سمع دويها في أرجاء العاصمة صنعة وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة في معسكر عمد بمديرية سنحان جنوب صنعة تحتوي على صواريخ وذخائر مدفعية مؤكدة أن الانفجارات استمرت لمدة عقب لمدة عقب القصف وجه محافظة شبوى محمد صالح بن عديو بإجراء عملية تقييم شاملة وعجلة لمختلف الأوضاع بالمحافظة ووضع المعالجات المناسبة لها واستعرض خلال ترأسه للقاء موسع لمديري عموم الوحدات الإدارية بالمحافظة المديرية الاتجاهات العامة لخطة عمله العاجلة لانتشال المحافظة من الأوضاع السيئة التي تعيشها والغير مقبولة اليوم مشددا على ضرورة مواكبة القيادات الإدارية بالمحافظة لها والمشاركة الفاعلة في تنفيذها بغية تحقيق وإحداث نقلة نوعية في عمل ونشاط مختلف الوحدات الإدارية وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي انتابت عملها خلال الفترة الماضية وقدا على ضرورة إعادة الاعتبار للوظيفة العامة وتخليص كافة وحداتها ومرافقها الحكومية من الأمراض الإدارية المتفشية فيها والشروع في استقبال معاملات المواطنين وإنجازها ومتابعة حل قضاياهم أولا بأول منوها بأهمية الإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذتها لتصحيح وضع الإدارات الخدمية والمالية بالمحافظة واجتثاث مظاهر الفساد منها موجها بوقف عمليات التلاعب بالموارد العامة للدولة وفرض الرقابة الصارمة على عمليات تحصيلها وتوريدها إلى البنك المركزي ووجه بوقف التصرفات في أراضي الدولة والقيام بعملية حصر للبناء العشوائي وإخلاء المكاتب التي تم الاستيلاء عليها بعد خروج الحوثي من عاصمة المحافظة على وجه السرعة حظر اللقاء ألمين العام للمجلس المحلي عبد الربو هشلى ناصر ووكلاء المحافظة تقدم محافظة محافظة لحجة لواء الركن أحمد عبدالله التركي جموع المشيعين لجثمان رجل الأعمال فيصل شمسان والذي وافاه الأجل إثر تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة وقال التركي خلال التشييع أن الفقيد يعتبر من أبرز رجال الأعمال الوطنيين مشيدا بمناقبه وإسهاماته الاقتصادية ودوره البارز في العمليات التنموية في ربوع الوطن مشيرا إلى أن الوطن قد خسر برحيله أحد الأعمدة الاقتصادية التي ساهمت في البناء والتنمية ونهضة البلد تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وألهم أهله وذويها الصبر والسلوان بتوجيهات من محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي قام الإخوة وكلاء محافظة عدن الدكتور رشاد شائع وعبد الرعوف حسن وعبد الفتاح القطيبي يرافقهم عددا من مدراء العموم بالمحافظة بالنزول الميداني إلى محلات البيع بالجملة والتجزئة واطلع الإخوة وكلاء المحافظة ومدراء العموم على أسعار السلع وما طرع عليها من انخفاض ومقارنة أسعار السلع وفق فواتير الشراء من تجار الجملة ومقارنتها بسياسة البيع المقرة من مكتب الصناعة مع الاحتفاظ بالهامش الربحي لكل سلعة وقد أكد الوكلاء على ضرورة مراعاة أحوال المواطن الذي لا يستطيع الحصول على قوت يومه مؤكدين أن الدولة عملت كل الإجراءات التي من شأنها إعادة الأسعار إلى سابق عهدها وحذر الوكلاء أصحاب المحلات التجارية من مغبة التلاعب بأسعار البضاء الأساسية والمدعومة من الدولة متواعدين كل من يخالف بسحب السجل التجاري ووقف الأعمال التجارية الخاصة به ومحاسبته قانونيا وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبا من قبل المواطنين والذين عبروا عن شكرهم لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ عدن أحمد سالمين الذي يولي قضايا المواطنين جل اهتمامه بحث وكلاء وزارة الزراعة والرأي في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة باليمن الدكتور صلاح الحاج حسن نشاط المنظمة والمشاريع التنموية للقطاع الزراعي وكيفية التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في إعداد وتنفيذ المشاريع الزراعية وتطرق اللقاء إلى أهمية التدخلات التي تقوم بها المنظمة في كيفية توزيع البذور المحسنة من الحبوب والخضروات وتوفير مضخات وخزانات المياه وتقديم المكملات الغذائية وكيفية تنفيذ حملات التطعيم في عدد من المحافظات اليمنية والآلية المتبعة في توزيع المدخلات للمزارعين التي تساعدهم في تأهيل البنية التحتية للمزارع ويعادة نشاطها وعملية التسويق الزراعي وتوفير أجهزة حديثة لمراكز ما بعد الحصاد وكذا الحاج حسن أن وزارة الزراعة والرأي تعتبر الشريك الأساسي في تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية في قطاع الزراعة التي تنفذها المنظمة مشيرا بأن المنظمة تهدف من خلال السجابة الطارية إلى إعادة الحياة للقطاع الزراعي وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة نشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي بمحافظة لاحج حملة توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيدة للأثر الباقي لمكافحة الملاريا والتي ينظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة كمرحلة أولى وتستهدف الحملة التي تنطلق من محافظة لاحج وتنفذ بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيز والسلوى الملاريا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبرعاية من معالي رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك سعيد ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم 126 ألف نسمة من سكان مديريتي توبن وطور الباحة بعدد 74 ألف ناموسية وخلال تشين الذي حضره مدير عام الصحة والسكان الدكتور عارف عياش ومستشار محافظ لاحج لشؤون المنظمات المحلية والدولية عمر الصماتي دعا الوليد المواطنين إلى الاستفادة من الناموسيات المشبعة مقدما شكره لبرنامج مكافحة الملاريا لجهودهم الحثيثة في الاعداد والتحضير للتشين هذه الحملة ناقش الأمين العام للمجلس البحلي بأبيان مهدي محمد الحامد مع رئيس الفرق الميدانية لتعزيز القدرة على الصمود محمد السيف السامعي التهيئة والاعداد للبرنامج الزمني لورشة التسويق لخطة التعافي في محافظة أبيان وأشار الحامد أن محافظة أبيان عانت الكثير خلال الأزمات المتلاحقة وأنها بحاجة لجميع التدخلات في شتى المجالات لتستعيد عافيتها مؤكدا على ضرورة الاهداد والتجهيز الجيد لعقد ورشة العمل لتسويق خطة التعافي لمختلف مديريات محافظة أبيان من جانبها أكد محمد السامعي رئيس الفريق الميداني لتعزيز القدرة على الصمود بالصندوق الاجتماعي للتنمية على أهمية ورشة تسويق خطة التعافي لمختلف مديريات محافظة أبيان والتي ستنفذ الشهر الحالي لعرضها حالة على المنظمات المالحة لتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المحافظة حضر الاجتماع مدراء عموم التخطيط والضاح حماص والإعلام ياسر بعزب عقد الاجتماع ضم الدكتور الخضر الناصر لسور رئيس جامعة عدن ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي والمهندس حديد مثنى الماس مدير عامل هيئة عامة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بعدن كرس الاجتماع لمناقشة سبل التعاون المشترك بين كلية الهندسة بجامعة عدن وهيئة المواصفات فيما يخص إجراءات الاختبارات الخاصة بمواد البناء مثل حديد تسليح الخرسانة والاسمنت بجميع أنواعه والبلاط والتي تقوم مختبرات جامعة عدن بإجرائها وفق مذكرة التفاهم التي تمت المصادق عليها من قبل الجامعة والهيئة لضمان جودة مواد البناء في السوق وضمان حماية المستهلك لمواد البناء بمختلف أنواعها يأتي هذا الاتفاق تناغما مع ما تشهده مختبرات كليات الهندسة من تطور ملحوظ بتجهيزاتها بمعدات اختبارية متطورة لفحص مواد البناء هذا وعبر المهندس حديد مثل الماس مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن شكره لتعاون الجامعة مع عمل الهيئة لتحقيق الجودة في عملها ناقش وكيل محافظة عدن الدكتور رشاد شايع مع مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس عالوي المحضار احتياجات المؤسسة من الآليات وقطع الغيارة وخلال اجتماع طالب الوكيل شايع بضرورة رفع كل الاحتياجات للمؤسسة من الآليات وذلك لتقديمها لقيادة المحافظة للبحث عن جهات داعمة في مجال الصرف الصحي وكذل إدراجها ضمن متطلبات موازنة العام القادم وخلال الاستماع طالب الوكيل شايع مدير عام المؤسسة بإعداد قوائم بالعاملين في مجال الصرف الصحي لإعادة توزيعهم وفق احتياجاتهم في المناطق والكثافة السكانية وذلك لتغطية كل المشاكل التي ترافق شبكة الصرف الصحي في المديريات الثمان كما تم في الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعاملين أعلن مدير مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة سباستيان تريف الذي يزور محافظة تعز حاليا فتح مكاتب في التربة والمخل لتسهيل إجراءات الاستجابة الإنسانية للمحافظة وقال مدير مكتب منسق الإنسانية للأمم المتحدة في اجتماع له بقيادة السلطة المحلية في تعز برئاسة وكيل أول الدكتور عبدالقوي المخلافي لقد تم اتخاذ قرار فتح المكاتب لتسهيل التواصل نتيجة الصعوبات التي واجه مكتب إب ويرافق ذلك تغيير في خارطة العمل ابتداء من يناير 2019 وأضاف أن الزيارة تهدف إلى تلمس الاحتياجات وتسريع وتيرة الاستجابة نظرا لما تعانيه مدينة السلم والثقافة التي عانت الكثير وهي بحاجة إلى تعاون الجميع وخصوصا المنظمات الإنسانية مؤكدا على ضرورة التعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن وتوفير الحماية للمنظمات العاملة للقيام بأفضل جهود لغاثية والإنسانية من جهة عبر وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي عن أماله في فتح مكتب داخل المدينة وأن تسهم هذه الزيارة في تخفيف معاناة وألام أبناء مدينة تعز جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإقلابية على الدولة والسلطة الشرعية عقب ذلك قام الوفد بزيارة ميدانية إلى المستشفى الجمهوري وعدد من المنشآت للطراع على الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاستهداف الممنهج من قبل الميليشيا الحوثية لمدينة تعز أعزائي المشاهدين الكرام نعود ونذكر بأبرز العنوين السفير السعدي يؤدي اليمين الدستوري أمام فخمة رئيس الجمهورية بمناسبة تعيينه مندوبا دائما لبعثة بلادنا لدى الأمم المتحدة نائب رئيس الجمهورية اطلع على جهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بمحافظة البيضاء الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية في كتاف صادة ومقاتلات التحالف تسهدف مخازن أسلحة في ضواحي صنعة في الختام أعزائي المشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة